والأهل المشاهدين ينضم معنا الخبير الأمني الأستاذ غانم العفان في نشرة الرئيسة مرحبا بك سيد غانم وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار في البداية أريد أن نتحدث عن التحذيرات المتواصلة من عودة داعش يعني خصوصا اليوم القادة حذروا من المناطق الرخوة يعني هل من المعقول بعد التضحيات التي قامت بها العراق أن تعود داعش وتثب إلى المناطق الرخوة بداية شكرا جزيلا أكيد التحذيرات التي حذر منها دولة رئيس الوزراء للقيادات الأمنية لم تأتي من فراغ وإنما جاءت من معطيات أمنية على أن هناك تعزيز لقدرات داعش القتالية وأنه من المتوقع أن يكون داعش بشن بعض الهجمات مستغلا الظروف التي تمر فيها المنطقة بصورة عامة باعتبار أن الحرب الفلسطينية هي الإسرائيلية ليست حرب تخص جغرافيا معينة بل أن لها تأثير والعكاسات على باقي المنطقة بصورة عامة وبالتالي يخشى رئيس الوزراء أن إذا ما حقيقة تم التصعيد باتجاه القطاعات الأمريكية فأعتقد أن العراق سيفقد جزء مهم من الدعم الدولي لمحاربة الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بعمليات الرصد والتصوير وبعض التحركات وبعض المعلومات السخباراتية وبالتالي من الممكن أيضا إذا ما تساعدت وتيرة وإذا ما جر العراق إلى مثل هكذا معركة ربما أن ستضعف نوعا ما شوكة الأجهزة الأمنية وتتراجع بشكل وبآخر وبالتالي هذا يفسح المجال لعودة الإرهاب والتطرف أيضا استيقاظ الخلايا النائمة في بعض المناطق التي يشدد فيها على المراقبة وحقيقة تعتبر من المناطق المسيطرة عليها هذه التحذيرات جاءت نتيجة الخشية للاختلال ووضع المنطقة بصورة عامة وباعتبار أن العراق مهدد من قبل الإرهاب وأن صفحة الإرهاب لم تطوى كليا بالتالي أنا أعتقد يخشى أيضا من استغلال الإرهاب لهذه الورقة في هذا التوقيت الحارج صدغان مرحب بك معنا مرة أخرى اليوم ما المطلوب لتأمين كافة المناطق خصوصا أتحدث عن المحررة للحفاظ على أمنها وإيضا لمنع أي انتكاسة قد تنعكس سلبا على مظاهر إعادة الحياة في هذه المناطق لا يخشى لحد هذه اللحظة يا سيد الكريم لا يخشى لحد هذه اللحظة على اختلال الوضع الأمني في منطقة معينة أو إن يعود الإرهاب بشكله الذي كان موجود الإرهاب يرتكز على عوامل ثلاث أساسية العامل الأول هو الخط الفكري والعقيدة الجهادية وخط الحاكمية الذي يرتكز عليه التنظيم والقضية الثانية هو الدعم الدولي الذي يقدم له من بعض الدول المستفيدة والقضية الأساسية هو عملية الاحتقان والاستفاف الطائفي وبالتالي أعتقد لحد هذه اللحظة هو لا زال يحتفظ بمشروعه الفكري لكن الوضع العراقي نوعا ما فيه جانب كبير من الانسجام عودة الاحتقان الطائفي غير موجودة بالتالي لا يوجد مبرر لوجوده ضمن المناطق المناطق لا زالت تعتبر بيئة طاردة بشكل كبير وعودة الإرهاب بشكله السابق تعتبر من القضايا التي باتت مستحيلة على أقل تقدير في هذه المرحلة لكن هذا لا يمنع أن يرتفع نشاط الإرهاب على بعض الأهداف التي تعتبر من الأهداف الرخوة وهذه الأهداف هي الأهداف الثقنات العسكرية ونقاط التفتيش أو قد يقوم بإجراء بعض السيطرات الوهمية هنا أو هناك أو مباغتت بعض المناطق وبالتالي الأساليب التقليدية للتنظيم في مهاجمة الأهداف الضعيفة هي أساليب قد ترتفع في المرحلة المقبلة نتيجة حقيقة اختلال الوضع الدولي في المنطقة بصورة عامة واحتلال الوضع بصورة عامة الأمني وبالتالي نعتقد هذه التحذيرات تحذيرات مهمة وضرورية ويجب أن لا تقتصر أيضا على تحذيرات القوى الأمنية فقط بل لابد المحافظة على خط الانسجام ومستوى عالي من الانسجام بين المجتمع والقيادات الأمنية والوضع السياء والنظام الحكومي بصورة عامة لكي حقيقة نحافظ على بيئة رصينة ترفض الأجهزة الأمنية بوافر من المعلومات لكي حقيقة نتفادى الكثير من عمليات تسل الإرهاب واستغلاله للبيئة المجتمعية نعم سيد غانم القائد العام الصوتي ردي يعني يا راتي وعالج إذا أمكن تمام القائد العام سيد غانم أكد على أهمية تجهيز القوات بالمعدات الحديثة كيف ترون المعدات والتجهيز السابق وما المطلوب لجعل العسكري قادر على مواجهة المخاطر ومع الحفاظ على الأرواح والمنطقات أيضا ممكن نهاية السؤال آسف صوت مكان واضح سألتك عن ما هو المطلوب من العسكري ليكون بمقدوره مواجهة العدوان والخفاظ على الأرواح سيدة الكريمة كما تعلمي أن القوى الأجهزة الأمنية لحد هذه اللحظة تنفذ باعتبار أن التنظيم أماكن تواجده دائما ما يكون في المناطق النائية والوعرة والتي من الصعب أن تمسك عسكريا من قبل قيادات الأمنية وهو يستغل هذه البيئة للمحافظة على نفسه فيها من تواجد قوات الأمنية ووصولها وبالتالي أنا أعتقد هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأساس تقع على القطعات الأمنية التي تنفذ الواجبات بين الحينة والأخرى تنفذ العمليات في عمق الصهراء وفي السهول وفي السلاسل الجبال وأنا أعتقد أن الأجهزة الأمنية لابد حقيقة من تطوير إمكانياتها في مواجهة مثل هكذا تنظيم لأن الإمكانيات التقليدية السابقة قد يضع التنظيم بعض الإجراءات الاحترازية وهو لديه المعرفة التامة من خلال بعض المعلومات عن إمكانية القطعات العسكرية ومدى جهوزيتها في مواجهته وبالتالي هو يستغل دائما الخواصر الرخوة ويستغل الأهداف الهشة لينفذ هجماته باتجاه المناطق خاصة ما يتعلق بالمناطق المحاذية لمناطق تواجده وأنا أعتقد القوات الأمنية حتى تختمل جهوزيتها لا بد أن تنتقل بطريقة تفكيرها من العمليات التي تحصل بين الحينة والأخرى وهي عمليات أمنية تنفذ للتفتيش عن بقايا وفلول التنظيم كذلك لا بد أن تنتقل إلى مرحلة أهم وهي لا بد من وضع استراتيجية أمنية رصينة تعالج التنظيم بصورة مستمرة إضافة إلى لا بد من إعادة النظر بالجهد الاستخباري في المناطق ولا بد حقيقة من تحقيق عدالة اجتماعية في المناطق ولا بد من معالجة خط الفقر في المناطق ولا بد من وصول الحكومة إلى أقصى المناطق وتعالج إشكاليات الفقر والحرمان لأن كل ما ارتفعت نسبة الحرمان ونسبة الفقر في المجتمعات كلما بدأت العلاقة والروابط بين الوجتمع والحكومة والنظام السياسي تتراجع وبالتالي لا بد أيضا على الأجهزة الأمنية أن تطبق القانون على الجميع بصورة متساوية تترك عقلية الانتقائية والتعاملات الطبقية التي تحدث وكأنما الأجهزة الأمنية هي مخصصة لحماية الطبقة السياسية وغير مسؤولة ومعنية بمتابعة الوضع المجتمعي من ناحية الأمنية وبالتالي لا بد أن لا ينحرف تنحرف المهمة الأمنية باتجاه أن تخضع الأجهزة الأمنية لرغبة الفواعل السياسية وأن تحقق غاية سياسية على حساب الاهتمام المجتمع لأن هذا بكل تأكيد يولد الشعور بالغبر وبالتالي تنفسخ العلاقة تدريجيا ويفقد المجتمع شعوره بالانتماء للوطن بصورة عامة وبالتالي هذه نقطة وثغرة مهمة دائما ما يستقل له الإرهاب ويبدأ بتحريك خلاياه النائمة في هذه المناطق نعم سيد غانم سيد محمد الشاعر سودان رئيس الوزراء أكد أهمية تجهيز الجيش بمعدات حديثة غير السابقة أنتم كخبراء أمنيين كيف شاهدتم التسليح أو التجهيز السابق للجيش العراقي يعني تعرف أدنى صنوف كثيرة من القوات الأمنية يعني تعرف أدنى الجهوزية التي يمتلكها الجهاز مكافحة الإرهاب عالية جدا ومتقدمة وهي تضاهي بإمكانياتها يعني جيوش متقدمة لكن الجيش العراقي حقيقة لا زال يتعكز على بعض الإجراءات التقليدية هو لا يمتلك يعني عدد من الدبابات يكفي يعني حقيقة من الغير يعني صحيح أن نتكلم عن نقص الذي يحصد في الأجهزة الأمنية لأن هذا بكل تأكيد يعتبر من الثغرات التي يجب أن لا تطرح أمام الرأي العام لكن السيد القائد العام يرى أن هناك خلالا في التجهيز وهذه الابتفاتة وهذه المؤشرات واضحة لديه من خلال أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رفع الجهوزية وإلى بزيد من الاستعدادات الأمنية لأن الاستعدادات الأمنية والتجهيزات العسكرية لأن أعتقد يحتاج إلى تواكب المنظومة العسكرية النظام الأمني المتطور هناك نظام أمني عالمي العراق يعني فيه نوع من التراجع لهذا النظام يعني المقاتل العراق يمتلك روح قتالية عالية ويمتلك شجاعة لكنها لا تكفي إذا لم يكن هناك فارغ كبير بين المنظومة الأمنية العراقية ومنظومة العالمية التي تتطور بشكل وتحدث نفسها بشكل مستمر سواء من الناحية التجهيز والأجهزة والمعدات العسكرية وطبيعة الآلات العسكرية وإضافة إلى أيضا التحديث المعلوماتي هذا أيضا مهم ما يتعلق بالشق الاستخباراتي وبالتالي يعني من هذه التفاتة الرئيس والزراءة جاءت حقيقة متعوض نقصا موجودا لدى القيادة لدى الجيش العراقي والجيش العراقي يجب حقيقة أن يعني يعني يرتقي إلى مستوى متقدم أن يكون يعني مواكبا لطبيعة التحديات التي تتواجهه وضحت الفكرة الخبيرة الأمنية الأستاذ غانم العيفان شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإضاحات شكرا جزيلا لك